بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ان شاء الله الدرس ده هنتعرف فيه على كيفية عمل مقرح لطريق ونستخدم فيه الـ Conceptual Roads والـ Design Roads اثنين مع بعض نعرف فيهم ازاي نرسم الـ Conceptual Roads ونعدل عليها و ازاي نرسم الـ Design Roads ونعدل عليها نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم عندي اعزين نعمل واقترح يربط بين الطريق ده مع الجهة التانية من المخطط مع الطريق ده هنبتدي نجهز لشغلنا مع بعض انا مرضوش اجهز لوحدي واخش على الدرس على طول هنبتدي نجهز سوا ما نشوف هنعمل ايه انا طبعا ما فيش رود هنا لازم ارسمه الاول انا عملت ده قبل الدرس هنعمل واحد كمان للمنطقة ده هنستخدم الـ Conceptual Roads هنستخدم الـ Conceptual Roads هنا هنضغط على علامة الـ ID و بعد كده على علامة الالم ونختار الـ Roads هنضغط عليها يظهر لي دي الـ Styleات اللي انا اقدر الجهاز عندي اقدر اشتغل بيها فانا هختار Style اللي يكون مناسب لشكل الشارع اللي موجود عندي اختار الـ Style ده اللي هو Interstate Frontage وهنبتدي ارسم زي ما شوفين انا عامل ده فهج هنا في النص و الاقي برضو البرنامج تعرف على الـ Center بتاع الطريق الواحده و اكمل به لحد نهاية الطريق بتاعي ما اكمل لحد هنا و اف و مجرد اعداد بس قبل ما ابتدأ عمل الـ Proposer بتاعي اضغط Enter Enter و بعدين Scale Scale مرة تانية ترسم عندي الشارع بتاعي بشكل ده و عمل لي تقطع انا دلوقتي زي ما انتم شايفين عندي حراح ده يمين وحراح ده شمال و على عكس اللي موجود عندي في الطبيعة عرض الشارع اكبر من كده فانا محتاج ان ازود حرا يمين و حراح شمال فبطعت على الشارع بتاعي بطعت عليه الكيمين و اختار الـ Properties و هاجي هنا عند الـ Properties بتاعتي من هنا اقدر اغير الـ Style بتاع الطريق بتاعي طوقفت هنا اراقي عندي Styleات تانية اقدر اغير الـ Style بتاعي اختار اي Style تاني اغير الـ Update اغير الـ Update اغير الـ Style اغير الـ Update اقول لأوبديت اتغير معي عايز اغير عرض عايز اغير عدد الحراض اجي على الانز فورورد واكتب حرطين وعلى الانز باكورد واكتب اثنين وقول له اوبديت نشوف ايه اللي هيحزن معنا اتغير عرض الشارع معي بالشكل ده بقى حرطين رايح وحرطين جاي نشوف شكله نشوف كمان نتقاطع البرنامج انشاء التقاطع بشكل فوريه وربط لي الجزيرة ربط لي الرصيف مع بعضه وربط لي الطريق الاثنين مع بعضه بشكل اجي احز كمان الجهة التانية من الطريق بتاعي قبل ما ابدأ في بربوزل انا عندي زي ما تشوفين ده طريق فيه جزيرة وسطية فلا هاختر ستايل اللي يكون فيه جزيرة وسطية هاني اضغط على الروتز واشوف هاخد وابتني امشي معه الطريق بالشكل ده طبعا كل ده انا بعمله لاغرض الاخراج امشي من الطريق بتاعنا كده واحدة واحدة امعنا نهي مني في الاساس بالشكل يكون مطابق للطبيعة امشي 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 اعمل اسكيب او مش اعمل اسكيب افضل ونضغط على رودز مرة تانية ونبتدي نرسم الجزء التاني بالشكل ده ونبتدي نضغط هنا في النص وابتدأ عملي زي الوبجيكت سناب كده وامشي مع الطريق بتاعي نضغط هنا امتقط عرضه كبير اوي ممكن نصغره نضغط له اهلان واحده نضغط الوضع نضغط الوضع نضغط الوضع نضغط صغر الارض بتاعه اسكيب اسكيب كم مرة وعملي التقاطع بتاعي بالشكل ده هنا عندي الشارع مكمل بستايل تاني ممكن انا لو اضفت له اخترت استايل تاني نشوف طريقة الرابط هتكون عامل ازاي اربط هنا مع الشارع بتاعي هو بشكل دايريكت انا اضغط اضغط عدد الحراب برضه قبل ايها اثنين اثنين اشوف منطقة الرابط زبط لي هو منطقة الرابط بالشكل ده انا كده المنطقة دي شكلها مش هاجبني شكلها مش مطابق للواقع ففي الحالة دي انا ممكن اغير الستايل الجزئية دي ممكن نشوف الستايل تاني يكون مطابق للواقع واكتر شوية نشوف هاجي يكون نشوف 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 نقوم ل ابدأ طب كده لحد كبير ازبط من الاول كتير شايفين عبل التقاطع هنا بشكل جميل كده عرفنا ازاي بنرسم بنرسم ال وازاي نعدل على معظم الخصائص بتاعتها طلوق نيجي ل مرحلة المهمة اللي هي احنا طبعا الحاجات اللي احنا هطناها دي هتفضل الطرق اللي احنا عمل رسمناها دي هتفضل موجودة في المسطر بتعملت ان انا اعملها في المسطر عندي عشان تفضل موجودة مع اي اعمله ممكن اعمل اكتر من مقترح اعمل اول مقترح بتاعنا نقل له نقل له نقطت على كلمة مصدر ونقل له create new proposal ونسميه مثلا نورود واحد اوكي كده هاخد لي هو نصخة من المسطر بتاعي واي تعديل هيتم بعد كده هيتحافظ في النيورود واحد مش هيتم على المسطر نيجي بعد كده لجزئية الديزاين رودز نشوف ونشتغل هزاي هنضغط على ديزاين رودز ونضغط على علامة الدزاين وهنا عندي انواع الطرق وهنا الهايويز وهنا الارتيريال رودز وهنا الكلكتور رودز وهنا اللوكل رودز هنختار كوليكتور رودز هنا الستيلات بتاعتي اللي موجودة ونختار الستيل اللي هو سايد ووك ووش لامز ونبدأ نربط نعمل مقترح لأفرط بين الطريدة والطريدة عندنا طبعا زي ما انت شايفين عندي هنا بيوت ومزارع محتاجين نتفداها بقدر الامكان فممكن نعمل أول مقترح نحنا نبتدي نربط من هنا رابط معي لأط هو نصف السنتر بتاع الطريد وممكن نمشي مع الشارع له او ممكن ناخد مقترح تاني ان احنا نغير اتجاهنا من هنا زي ما انتوا شايفين مجرد ما باخد نقطة البي اي بي بتدير سيملي الكيرف بالشكل ده هنا زي ما انتوا شايفين ما حدد لي السرعة بتاعتي مكتوب عندي ستين اقدر اغيرها وعندي هنا الطول بتاعي بتغير على حسب ما اغير بالشكل ده لو انا حابب اعدل على الكيرف بتاعي او احط نصف قطر معين باضغط كليك يمين وبقول له كيرف اوبشن ومن هنا لما ترى فين الجزء اللي هو متهشر باللون الجري دوتا انا مقدرش الخطات هذا المينموم بتاعي ممكن ازود من انا اضغط واسحب ازود نصف قطر الكيرف بتاعي او اقلله بالشكل ده عند اختيار تاني ان انا احول من من كيرف السبايرل كيرف بالشكل ده انت شايفين ابتدى از يظهر لي الكيرف بلون والاثنين سبايرل بلون تاني وقدر بعض الناس الحكاية كليك يمين وبين الكيرف اوبشن اغير مصف قطر الكيرف ومن هنا اغير طول السبايرل بتاعي بالشكل ده ممكن ارجع الكيرف مرة تانية واختار نحن نعمل كيرف تاني لو حابب ان انا اتراجع انكن اضغط كليك يمين وبعدين انضو واختار باي تانية بالشكل ده ممكن كمان نمشي وانا اكمل بالشكل ده تحد ما اربط زي ما انت شايفين هنا اول ما اقرب يبتدي يضغط لي هو على التقاطع وابتغط انتر انتر رسم لي بطريق بتاعي وظهرت لي البطاقة بتاعت التعديل طبعا زي ما شايفين الشكل المختلف عن ال ال حين نشرح البطاقة دية وازاي نقدر نعدل على الطريق بتاعنا بس الاول خلينا نعمل اسكيب ونشوف شكل الطريق بتاعنا اعمل ازاي هنا عندي منطقة الربط 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 لي هنا ال ال سايد ووك مع بعضه وعمل لي تقاطع رسم لي الطريق بتاعي مع الاضاءة اللي احنا اخترناها هنا الطريق بتاعي ماشي بعيد عن البيوت زي ما انتو شايفين عندي هنا الميول الجانبية ظاهرة عندي هنا كمان اعمل لي الميول الجانبية هاي يمشي كمكترح ممكن اعمل انا اكتر من مكترح خلي هنا نشوف ايه التعدلات اللي ممكن نعدلها وهنا منطقة الربط ربط لي الطريقين بعضهم وهنشوف لما نغير عدد الحرار دلوقتي فبداية هيشوف مناطق الربط بقى شكلها عامل ازاي هنقف على الطريق بتاعنا ومن البطاقة الزكية اللي موجودة عندي دي ممكن اقدر احركها بالشكل ده انا عندي هنا ال ايدت مود بيقول لي انت هنا شغال على هتعدل في الجيومتري طب انا عايز اعدل في الستيل عايز اعدل عندي الان فورورد وعندي الان باكورد وعندي الروت سايد جريدينج اللي هو السايد سلوب بتاعي من الول ميول الجانبية فانا هاختر من اعدل اول حاجة في الستيل قبل ما اعمل اي حاجة اهلا اصلي هعدل في الان فورورد انا جاب لي هلاقي يعلم لي الان بتاعتي ممكن احدد نطاق معين ابتدي من عنده واندي عنده للتعديل هنشوفه برضو انا هاعدل على كله واخليها حرطين اتنين هو طبعا بيعدل عندي بشكل تلقائي وبيعمل ابتد بشكل تلقائي اختار لانز باكورد واخليها هي كمان اتنين ممكن كمان اجي على انطاق معين من الطريق على جانب معين من الطريق وزود عدد الحراط خلونا اختار مسلا نحدد الجزء من اول هنا لحد هنا اخليه يزود لي خلت هالي تلات حراط انتو شايفين النطاق اللي انا حددته له وزود عدد الحراط فيه خلاها تلات حراط انا عندي النطاق بتاعي موجود بشكل تحدد باللوم مختلف واقدر من انه اضغط على العلامة دي ويأسحب لقدام او اسحب للخلف هايبتدي يعدل معايا بشكل تلقائي ممكن اعمل الحكاية دي اكتر من مرة على مصار الطريق ويرسم لي الترانسيشن بتاعي بالشكل ده والخطوط بتاعت الحراط اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته